السلام عليكم الله ومصلي على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم انا ما عملتش فيديوهات بقالي كتير بقالي مدة من وقت المشكلة ما حصل لي تقريبا فخليني اقولوكم ان انا كنتش عاوزة اطلع وانا سلبية قوي وكانت نفسيتي وحشة قوي وعندي كمية زعل وحزن رهيبة كنتش عاوزة اوصلها لحد يعني كل حد عنده اللي فيه مكافي بما ما كنتش ما عنديش حاجة بوزيتيف مش هطلع اقولها بس لما لما روحت واشنطن انا حتلوكو البوست بتاع واشنطن انا رجعت متغيرة ما عارفش عندي عندي طاقة امل غريبة ما كنتش موجودة ما كنتش موجودة سبحان الله انا حسيت قدي الناس بدأت تتغير بقى فيه وعي فيه ناس كتيرة قوي بدأت تشوف الصورة صح بدأ يعرفوا ان فيه ناس تحت معاناة بقالهم سنوات فدي حاجة طبعا ايجابية عمرها ما حصلت لان الاجرام ده كان كتير على فكرة على سنوات كتيرة بيحصل بس المرة دي هي اللي تعدت كل حاجة فالمرة دي فيه حاجة غريبة فيه تغيير كبير قوي معظم الناس اللي كانوا في المظاهرة كانوا يعني مش معظمهم كتير قوي قوي ودي عمرها ما حصلت كانوا امريكان الامريكان البيد كل الجنسيات كل الديانات كل الديانات من كل الديانات كلهم رفضين اللي بيحصل فدي صحوة وطبعا دي نقطة في بحر بس يعني اول الغيث قطرة فدي القطرة ان شاء الله ان شاء الله ومحدش بيعرف ربنا البلان بتاعت ربنا فيه ايه حييجي بعد كده ان شاء الله كله خير وخلينا ايجابيين والدعاء الدعاء اللي تقدروا تعملوا عليه الدعاء كل حد بيقدر يعمل شير البوست بالانجلش بالذات البوستات اللي باللغات التانية عشان الناس تعرف ده مهمة قوي اللايك اللي بتعملوها للناس اللي بتحط كل المقاسي اللي حصلها دي بقى حتتحسب لنا ان شاء الله وكي خلينا نحكي بقى على الناس اللي زعلانة قوي عشان قطعنا لستاربوكس ومفيهوش مفيش مش زعلانين يعني خلينا نكون انهما يعني مفيش بديل قوي دي كانت لا مكادش حلوة بصراحة ودي الحقيقة انا مش بحكي كده عشان خاطر الاحداث خالص انا خلينا اتكلم من ناحية الهيلث القهوة القهوة اللي ما بتكونش انتي عارفة محطوط ايه في القاب القهوة اللي مليان كل الحاجات يخصى الناس بتاخد القهوة بقى الانواع الكتيرة اللي هي مليانة مش عارفينها فيه كميات سكر علي قوي فيه انواع كريم ورز وقلبان وحاجات انتو مش عارفين هي فيها ايه دي حاجة بلس نوع الكوفي نفسه لما تكون حاجة كوميرشال ومشهورة قوي مش عادة بيستعملوا الباست الكوفي الباست الكوفي اللي انت هتروح تشتريها بنفسك كده وتكون قهوة اوكي لسه ما تحمصتش سوري لسه ما تطحانتش قهوة كاملة على بعضها البينز اللي هي اسمها الهول بين اوكي دي مش افضلهم لكن دي من احسنهم لانها ارجانيك وي دفرا حتعرفوا الفرق مش هتعرفوا تشربوا قهوة تانية لو جبتها ارجانيك الاهوة الهوة بيشوفها كمان بنسبة الحموضة اللي فيها والأسيديتي كل الأهوة اللي مش أورجانيك ومرشوشة بكميات كبيرة قوي من المبيدات يعني بقولوا من الأكتر المحاصيل اللي هي عندها باستيصايد عالية قوي هي الأهوة للأسف وإحنا ما طبعا بنشرب وعيشين بس الأهوة بقى فقدات سواي الأهوة اللي فيها كتير مبيدات عندها الأسيديتي عالية قوي نسبة الحموضة بتاعتها عالية قوي ونيوباي قهوة حقيقية مش مرشوشة وكل ما كانت الجودة أحلى طبعا بالمنطقة بالبلد اللي جاية منها وحاجات كتيرة قوي بتفرق لحد ما هتوصلوا لحاجة كده هتقولوا إيا دي أنا أنا إيه اللي كنت باشربوا ده ويسمعوا مني ويصدقوني وكيفا لما نجيب القهوة هنجيبها نحاول اللي عنده بلده أورجانيك هتفرق حاجات بسيطة في السعر على فكرة وأجيبها الهولبيين كده الكاملة على بعدها شوفوا 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 القهوة هاخدها وأطحنها ممكن ليومين ثلاثة ممكن أسبوع حتى لأنها برده لسه تعتبر فريش كومبير بالله أنا بجيبها جاهزة مطحونة